الندوة الوزيرة الخارجية ده لها ملفاتها بتكلم على السياسة الخارجية والإقليمية الخاصة بدولة السدان الشقيقة لكن حينما تتحدث مع مسؤول بمستوى رئيس الوزراء فأنت تتحدث عن كل الملفات كل الملفات بالأسس ناعة الملف الاقتصادي، الملف السياسي، الملف الاجتماعي، الملف الأمني الملف العلاقات الدولية كل الملفات أنت تتحدث عن المستوى بيضع يده على كل الملفات كان الحقيقة لقاء شديد الأهمية تم كان زيارة مكسفة طبعا زي ما حضرتك أشرت في زيارات مكسفة بين الجانبين المصري والسوداني في الفترة الأخيرة كان أبرزها زيارة السيد الرئيس عفتاح السيسي للسودان وهي أول زيارة لي بعد المجلس السيسي الرئيس عفتاح السيسي زار السيسي العديد من المرات تاني أول زيارة للسيد الرئيس خارجيين كانت السودان بالزبط بس دي كانت أول زيارة لي بعد مجلس السيادي يعني أول مرة يزور بعد تولي المجلس السيادي المسؤولية في السودان والحياة كانت جاية في توقيت شديد الأهمية حتى أنتك عارف أن احنا دلوقتي بنمر بمرحلة في منتهى الدقة إذا جايز التعبير يعني فيما يخص تحديدا ملف السيدان نحن على بعد شهور قليلة أعتقد أن شهرين بيبدأ الملء الثاني للسد أو كما تعلن أسيوبيا أنها عايزة تعمل الملء الثاني للسد الحقيقة الجانب الأسيوبي جانب متعند جدا ومروغ وهي يمكن ربما تكون الميزة الوحيدة الآن في هذا المشهد أنها أسقطت ورقة التوت عن المراوغة الأسيوبية كانت دايما أسيوبية بتلجأ لسليب المراوغة والخداع والكلام المعسول والكلام اللطيف جدا لكن الحقيقة كانت أفعالها كلها أفعال في منتهى السوق يعني ما حدث اليام دي ونتيجة الموقف المصري المحدد والواضح اللي كان شديد الوضوح منذ البداية أنها فندت كل هذه الألعاب الأسيوبية المشهد التطور الآن تطور إيجابي آخر لأن الحقيقة برضو كان هناك مشكلة في الموقف السوداني في وقت حكومة البشير وكان للأسف شديد كانت تستخدم حكومة البشير للمناورة والضغط وكانت بتستخدم من قبل أسيوبيا استخدام في منتهى السوق يعني والبشير كان يعني يناور بالطريقة الأسيوبية يضغط ليأخذ ويتحرق وله لغة خطاب مع مصر ولغة خطاب في الداخل السوداني فكان الحقيقة كان جزء من المشهد المأزوم بتقود حكومة البشير الآن المشهد مختلف في وضوح رؤية في توافق كامل ما بين الموقفين المصري والسوداني على كل الأسعادة والحقيقة كان الإقتراح السوداني الأخير كان الإقتراح رائع اللي هو إقتراح الربعية الدولية لما السودان اقترحت أن يكون هناك ربعية دولية لقيادة المفاوضات متمثل في الإتحاد الأفريقي الأمم المتحدة الأمريكا الإتحاد الأوروبي ومصر أيدت هذا المقترح بشكل قوي وأصبح هناك توافق كامل بين الموقفين في هذا الإطار طبعاً ده كشف أو ضغط على الأسيوبيا لأنها برضو وأكد عدم جديتها في توصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكن ده كله ده شيء كويس فيه بتفضح النواة الأسيوبية ترجمة نانسي قنقر